اشتركوا في القناة البوابة الحدودية بحزوة ومعدات لوجستية متطويرة لتسهيل عمل الأعوان اقبل مكثف على مراكز ديوان الزيت في أنحاء الجمهورية كلها لاقتناء زيت الزيتون بعد تسعيره ودعوات إلى مزيد دعم الفلاحين في موسم قياسي أهلا بكم مشاهدنا إلى أولى نشرات الأخبار الرئيسية في عام جديد نسأل الله أن يكون عام بركة وخير وتسديد للتونسيين جميعا وللأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم وأن يفتتح فصلا جديدا في تاريخنا يكتب بأقلام العلم والعمل والإخلاص للقيم الحق والأوطن كل عام وأنتم بألف خير وأخيرا تركيبة حكومية اكتمل ترتيبها ونظمها واكتملت شروط اختيارها وفق ما اتفق حوله رئيس الحكومة المكلف والتونسيون اتفاق مبدأ كما التزم به لحبيب الجمل في تصريحاته كلها مؤخرا حكومة جديدة ستظل تحتفظ بسرها الأكبر هوية أعضائها حتى يوم غد ليعلنه رئيس مجلسين وبالشعب قبل عرضها في جلسة عامة على أنظار النواب للمصادقة هي التي عورضت اليوم على رئيس الجمهورية أعلن رئيس الحكومة المكلف لحبيب الجمل خلال ندوة صعوفية عن بعض ملامح تركيبة الحكومة الجديدة أنا أكد لكم حضور المرأة سيكون في حدود تحبوا أنتم التناصف قربنا له إن شاء الله مرجعين حقه في حدود تقريبا 40% امرأة موجودة في القارجي أنا اجتهت كذلك في الشباب حبيت لأنه عنصر مهم أيضا أن الشباب يكون حضوره جيد اجتهت وإن شاء الله يكون أفضل من الحكومات الماضية أنا لا أعدي فكرة على الحكومات الماضية سيكون معدل العمر في حدود 50 سنة أصغر وزير أصغر عضو حكومة عمره 31 سنة وأكبر وزير على كل حال موصلنا الشيخوخة نحن عنا الشباب حتى للستين رأى أكثر شوية هكذا أكبر وزير عمره 69 سنة الحكومة الجديدة ستتكون من وزراء في الحكومة الحالية ومن كفاءة وطنية مستقلة وفق ما أعلن الجملي الذي اعتبر أن التمشي لحكومة مستقلة عن الأحزاب هي الأفضل في هذا الظرف وفق تعبيره هذه حكومة كفاءات مستقلة هي ليست ضد الأحزاب ليست ستعمل ضد مصلحة الأحزاب بل بالعكس أنا أقول الحكومة هذه يكونوا مستقلين بشيكون يعني هدفهم الوحيد وهمهم الوحيد هو خدمة البلاد هم تقنيين كفاءات تقنية منكبة أساسا على معالجة الأوضاع المختلفة فيها البلاد وبالتالي نجاحهم في هذا يبعدنا على التجاذب السياسي داخل الحكومة ونجاحهم هما يكون هو أفضل دعم للأحزاب الحكومة الجديدة وصفها الجملي بحكومة الإنجازي وستلقى وفق رأيه دعم الأحزاب باعتبار أن مصلحة تونس هدف مشترك بين الجميع نحن الأحزاب كل متفقين على هدف أن تونس فوق الأحزاب تونس فوق المصالح الحزبية تونس فوق المصالح الفئوية تونس فوق المصالح الذاتية للأشخاص والمجموعات وبالتالي هذا عنوان كبير نحن كل مجمعين عليه ما نختلفوش فيه إذن أنا راهن على أن كل الأحزاب ستكون لها بشكل أو بآخر دعم لحكومة الإنجاز الندوة الصحوفية سابقها تقديم الجملي تركبة الحكومة الجديدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي سيتولى توجه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب لتحديد مواد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة لحبيب الجملي تشكيلة حكومية جديدة إذن تصافح من وراء حجوب الأسماء التونسيين في يوم عامهم الجديد الأول ويتبينون من ملامحها معدل أعمار أعضائها سن أصغرهم وأكبرهم ونسبة حضور المرأة فيها مزيد تفاصيل عن ظروف تشكل هذه الملامح يقدمها التقرير التالي بعد 46 يوما عن التكليف و43 عن التحادث والتشاور رفعت الحجوب شكلا عن الحكومة إثر الانتهاء من تعديلات الحقائب الوزارية وكتابات الدولة والترتيبات الإجرائية الدستورية في انتظار أن تزول الغشاوة غدا عن الأسماء أصلا حكومة أخذت زمنا حيزين دستوريين بعد جولتين من المشاورات انتهت أولاها دون الوصول إلى الخط نهائي ليتم الذهاب إلى ما وصفه رئيس الحكومة المكلفة بالخطاباء رسما لمراحل ولادتها العسيرة سقطت الخطة آف الماء بعد أن أقر الجملي بفشل المفاوضات مع الأحزاب المعنية بتكوين هذه الحكومة وتبادلت هذه الأحزاب كرة المسؤولية فيما بينها وآل مصير ما أطلق عليها بوساطة جمع النوايا الحسنة إلى الأخفاق أصلا قبل البدأ وكان أن ألقى رئيس الجمهورية برمزية مبادرة تقريب المسافات بين الفاعلين عبر جمعهم في طاولة مستديرة دون أي نتيجة أيضا لوضوح برودة التفاعل بين السياسيين ما الأعلان عن اتفاق وترفس الكثيرون السعداء ولكن مرت ساعة قليل وجاء ما يعكس خلاف ما تم الأعلان عنه تعقيدات المشهد السياسي برمته وخصوصا في قبة البرلمان مطبخ القرار التشريعي وإجازة أي حكومة دفعت بالجمل إلى الذهاب إلى خيار حكومة كفاءات من خارج دائرة الأحزاب لتجاوز ضغط العد العكسي للمهلة الدستورية وما وصف بالبيع السياسي المشروط والمتبادل بين الفرقاء فلا إكرهات أمام المستقلين أو واجبات الالتزام السياسي والحزبي سياسي حب أمكره دائما عنده بعد سياسي في كل ما يعمل والبلاد ما تحتملش الطريق إلى الحقيقة في قصر الحكومة بالقصبة تتعدد بتعدد السالكين إذ ستنظر المكونات السياسية الأساسية وخصوصا البرلمانية والفاعلون الاجتماعيون والمدنيون إلى تركيبة هذه الحكومة وشكلها وبرنامجها أما رئيسها المكلفة فيقول إنه اتخذ التأني في إعلانها بدل الوقوع في السرعة أو التسرع وأن الزمانية والسياسية الحكومية لا بد أن يلتقيان نظرا لمداهمة الوقت عرفت البلاد حكومة تكنقرات أو كفاءة في مرحلة مفصلية من مسار الانتقال الديمقراطية وبعد حوار وطني ماراتوني وأعلن اليوم عن ثانية يختلف سياقها وظرفها لكن نفس الملفات العاجلة ستكون على طاولتها أما ما يخالفها فهو سقف السند إن كان شعبيا أو سياسيا أو مدنيا خصوصا أن نتائج ترتبط كثيرا بمقدمتها وأن البدايات عادة ما تحدد خط سير النهايات أهم ملامح الفريق الحكومي المختار التي بانت حتى الآن أبرز خصائصه لعل أهمها حضور المرأة بنسبة 40% وغير ذلك نعرضه مشاهدين فيما يلي ترجمة نانسي قنقر في شان آخر معبر حزوى الحدودي معبر حيوي شمال غرب البلد يرفع تحدي تسهيل حركة العبور في نقطة حدودية همة بعد تشهيزه بأحدث التقنيات والتشهيزات ليشهد منذ مارس الفارط عبور أكثر من مليون ونصف مليون من المسافرين أغلبهم من الأشقاء الجزائريين على مدار السعاء يعمل المعبر الحدودي بحزوى والذي دخل حيز الاستغلال منذ مارس الفارط وبتكلفة نهزة 10 مليون دينار وساهم بشكل كبير في تسهيل حركة العبور خاصة بين المنطقة الشرقية للجزائر والجنوب الغربي للبلاد التونسية المكتب الحدودي للدوانة بحزوى مختص في تفتيش مسافرين والسلعة نتحم والبغاج نتحم بصفة عامة مزيادة على ذلك مختص في المعدات البترولية بالنسبة للمكتب انتعنا مختص في تفتيش مسافرين حيث سجلنا عام 2019 أكثر من مليون وستمائة ألف مسافر بين دخول وخروج المعبر وفرت الإدارة عدد زوز أجهزة سكانير خاصة بالسيارات مع جهاز سكانير خاص بالشاعينات للمعبر التجاري هو المشروع مطروح بالنسبة للسوق الحرى بين تونس والجزائر في انتظار الدراسات اللازمة وفي انتظار التشاريع اللازمة تقوم بها الدولة التونسية في انتظار القرار لفتح هذه أسواق الحرى أكثر من مليون ونصف مسافر عبروا بوابة الحدود من وإلى تونس بجنسيات مختلفة في مقدمتها الأشقاء الجزائريين جنسيات المداولة هي الجنسيات الجزائرية ثم تليها الجنسيات الجزائرية ثم الجنسيات الليبية مع بعض الأجانب يمشوا معها طاليين أو فرنسيين يمشوا للسياحة بين تونس والجزائر أربع ممرات للمسافرين وتجهيزات متطورة ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية عبور المسافرين وأحباط محاولات عديدة للتهريب حيث قمنا بسيستم بدلنا نوعية الخدمة والسيستم أغنقى لتسهيل انسيابية المسافرين وعملية التفتيش وحركة المهور بصفة عامة في المعبقى الجزائريون القاسدون التراب التونسي نواهوا بقيمة الخدمات والتسهيلات المقدمة من طرف أعوان الدوانة التونسية يا ربي بارك لسموه الخدمات قيمة وجدية والله هي مليحة خدمات مليحة يعني ما تطولش مكان لحتض عطيلات مكان لقلق ما كينوالو تدخل تخرج تفوت خمس دقائق ما كاش أختيار كيما نقول إحنا جماعي منها قريبة ومنها شوية تونس شوية فيها كيما نقول إحنا جوها مختلف شوية على الجزائر جو احتفالي تاحها شغل مولفين تونس يعني إحنا في الجزائر تقريب تونس والجزائر كيفية خيوة وتونس يعني فيها تمرحية بمرحبوبينها خدمات لباس صلما صداعب بالسنين القديم اللي كانت قبل خلاب معناها على المعبر القديم والمعبر على الجزائر هذه مسملة باس وهذه تم تحصل المعبر الحدودي بحزو ما فتئة يسجل تطورا كبيرا على مستوى حركة العبور سنويا خاصة بعد إعطائه الصبغة التجارية ليصبح نقطة اقتصادية مهمة في انتظار استكمال مشروع منطقة التبادل التجاري الحر بين تونس والجزائر في هذا المعبر وفي ليلة رأس السنة كان رئيس الجمهورية قيس سعيات قد أدى البارحة زيارة تفقدية ليطلع على سير عمل مختلف فرق الحماية المدنية وجاهزيتها ثم تحول رئيس الجمهورية إلى قسم الاستعجال بمستشفى المنجسلين بالمرسة وإلى ثكنة الأمن الرئاسي بيغامرت واختتم جولته التفاقودية الليلية بزيارة منطقة الحرس الوطني بالميهل نأخذكم مالاً مشاهدين في جولة بين مناطق تونس السيحية التي احتفلت أمس والبارحة واليوم موضعة تسع عشرة وألفين ومستقبلة عشرين وألفين جولة نستهلها من جزيرة الأحلام أين تعضضت جهود قوات الأمن من شرطة وديوانة وحماية مدنية مع مجهودات المجتمع المدنية تعضضت حتى تؤمن المنطقة السياحية جربا جرجيسة وهي تعيش إيقاعات الاحتفالات احتفالات عديدة الألوان وكبت أجواءها العامة كاميرا الأخبار في المنطقة السياحية جربا جرجيسة احتفالات رأس السنة الإدارية الجديدة دون حوادث مرور مصالح المرور بالجهة لم تسجل أي حوادث تحقق ذلك بفضل خطط أمنية متعددة العناصر أمانتها مختلف الأسلاك الأمنية تأمين معناتها الاحتفالات برأس السنة الإدارية جديدة إن شاء الله مبروك علينا وعلى تونس وعلى الشعب التونسي جميعا في الاستعدادات هذه تم اتخاذها معناتها جملة في إطار نقاط قار ونقاط متحركة ودوريات وتأمين معناتها قار لجميع الموسات السياحية التركيز متاعنا معناها يضم الموجود في الوحدات يعني التدخلات وصيارات الأسعاف وشاحنات الأدفاء وثم التركيز معناها خارجي اللي هو معناها في جربة في الرنبوان بتاع الرنديفول اللي فيها موجودين نحن في الرنبوان بتاع النظور نظم جمعية تونسية للوقاية من حوادث طرقات حملة تحسيسية في إطار معضادة مجهودات الهيكل المرورية للحد من حوادث المرور خاصة في هذه الليلة ومع ارتفاع الحجوزات لقضاء رأس السنة الإدارية في الساحات الأخيرة حملت السلطات الشهوية وهيات المهنة خاصة على ضمان الجودة على مستوى الخدمات وكذلك الاستعداد من خلال أحزمة المرقبة التي انطلقت من المناطق الحدودية المتاخمة لليبيا بعدين نقوم بدور كبير وكبير جدا أنا نطمن أهلنا في ولاية أخرى نقولوا أنه ولاية مدنين عنا أسود موجودين على مستوى الحد وقدرين أن نسونها البلاد وقدرين أن يحموها البلاد في المنطقة السياحية جربا جرجيس نجاح الاحتفالات برأس السنة الإدارية الجديدة بارتفاع الحجوزات وضمان الجودة في الخدمات تؤشر لموسم جديد صيفي واعد بانطلاق الحجوزات منذ الآن بحسب المهنيين ثم نحط الرحال مشاهدين في بوابة الصحراء عروس الوحاة توزر التي استقبلت المحتفلين بين تونسيين وسياحة محتفلون تنوع معهم إحياء رأس السنة وتعددت مظاهره نواكب فيما يلي إحدى سهراته التي غصت بحضرها النزل والمطاعم والوحدات الفندقية مسجلة إقبالا عال حملة أمنية واسعة النطاق بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية بمدينة توزر ساهمت فيها مختلف الأسلاك الأمنية والحماية المدنية وتم من خلالها تأمين مداخل ومخارج المدينة وتركيز عديد نقاط التفتيش خاصة بالمنطقة السياحية جميع المشئات السياحية التي موجودة في توزر خذناها بعيداً الاعتبار في التأمين كسوسوات داخلي وخارجي عنا مضوما كنا نبتع حدود من دورياته كمين ودوريات برية مشتركة والغرض نسقنا مع الوخيان في الجيش الوطني وعملنا دوريات مشتركة الموسم السياحي لسنة 19 و2000 كان مميزاً خاصة للسياحة الصحراوية وهو ما يتطلب مزيد العمل من أجل مواصلة إنجاحه هذا ما أكده وزير السياحة خلال زيارته لمدينة توزر توزر مازالت عندها بوتنسيال كبير وإن شاء الله معناها أترافير الخدمة التي نعمل عليها على الجنوب التونسي وعلى جهة توزر إن شاء الله فيما انتلاقها جديدة للسياحة هذه الصحراوية لازم ترجع على بلسطها وإن شاء الله المطار زاد يخدم الليلة في جربة فيما نظل فيهم حتى 700 حريف منهم معناها 80% سواح من الخارج وهذه أول مرة ترجع العدد هذية من السواح من الخارج في الفترة هذية متاع رسل عام طاقة إيوا فاقت 100% في عديد النزل وأجواء جد إيجابية وتفاؤل بحلول السنة الجديدة إن شاء الله نتمنى و2020 يكون خير ببرشة إن شاء الله عام خير على عباد الكل عام مبروك علينا الناس كل إن شاء الله البلاد هذية نشوفوها كما نحبوا إن شاء الله المستقبل خير من اللي يتعدى إن شاء الله كل عام وإحنا بخير جاءت إلى توزر مع أصدقاء من تونس أتاحوا لي فرصة اكتشاف الجنوب التونسية خلال يومين وأنا جدوا منبهر بهذه الجولة أكثر من مئتي ألف سائح وسائح حزار ولاية توزر خلال سنة تسعة عشرة وألفين أي بزيادة فقط ثلاثين بالمئة مقارنة بسنة ثمانية عشرة وألفين وهو رقم يعتبر الأفضل منذ سنة إحدى عشرة وألفين ومن المنتظر أن يتواصل ارتفاع الوافدين على الجنوب التونسي خلال سنة عشرين وألفين خاصة بعد عودة الأسواق التقليدية إلى ولاية توزر أخبرنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد قليل في أول أيام العام الجديد ثلاثة ألف رياضي ورياضية يغتصون غطسة رأس العمر في حماسة اللفتة ومقاومة عالية للبرد الشديد الذي تسجيله شواطئنا هذه الأيام يغتصون بعد الرقص على إيقاع الموسيقى قبل ذلك سبعة عشر ألف ومائة وخمس واربعون لتر زيت زيتون بيعت في أول أيام البيع للعموم التي استهلها الديوان الوطني للزيت أمس الأول بيعت عبر مركزه جميعا في الجهة بعد تسعير لتر زيت الزيتون البكر الممتاز المعلب لموسم تسعة عشرة وألفين عشرين وألفين بخمسة دانانير وستمائة مليمة مركز الديوان الجهوية سجلت إقبال حرفاء كبير لتلقى بادرة تسعير زيت الزيتون استحسان تونسيين وانطرحت نقاط استفهام عدة بخصوص طرق مزيد دعم الفلاحين الذين لا يناسبوا قدر التسعير مصاريفهم في موسم قياسي بكل المقاييس في ديوان الزيت بسفاقس استفى المواطنون لشراء زيت الزيتون كل حسب ميزانيته وحسب حاجته بعد أن حدد سعر البيع بخمسة دانانير وستمائة مليم للليتر الواحد أخذت ميات ليترو خمسة وستين الف الله يرحم مالديهم السنال واحد ماشي يتمتع ويأكل زويته وخاصة مع الحاكم الحاكم يغشش اللي ثم ثم تباينت أراء المواطنين بخصوص قرار ديوان الزيت الذي يوفر كميات من زيت الزيتون البكر للعموم بسعر موحد مع أصابة قياسية لهذا العام عليش يحرمون عليه يا ربي يعطي خيره يعطي للزوالي خلي الناس يأكل كي الزوالي يكرين عليه ديولو الواحد يأكل رجعوه للزيت المخلط رجعوه العام الستينات والخمسينات والله يا حمدول لك يلتعم النعمة خليتعمها الناس الكل ويدعموا الفلاح زيدا عبيوا خمسة لترو بثمانية وعشرين دينار وزيت الزيتون التونسي خير من الزيت الاقتالية بل في مرة دعم للناس الكل أولها للفلاح ثانيها للوكال ثالثها حتى طبيا الرجل الكبير يأكل الطفل الصغير يأكل الناس الكل تأكل هنا زيتين طالقوا على بركة الله بيع زيت الزيتون البكر المنتهز في علب بلاستيكية ذات ساعة خمسة لتر بسعر خمسة لف وستمئة لتر أي ثمانية وعشرين دينار القرورة معناه على كامل أيام العمل من اليوم الاثنين إلى يوم الجمعة وكل مواطن له في حدود 100 لتر ككمية قصوى هذه السابة القياسية للزيتون رافقها تملمن في الضيعات والمعاصر والأسواق بسبب تراجع رهيب للأسعار ما جعل الفلاح والمصدر وصاحب المعصر في حيرة تتواصل بتواصل هذه المشكلة حملة وطنية لجيني أزاتون كانت أطلقت منذ حوالي شهرين دعما للفلاحين وحاجيات الصابة القياسية وحفاظا على الثمر المباركة وذهبها الأصفر الاستراتيجي اقتصاديا وتنمويا شارك فيها عديد الفنانين والمثقفين وممثلية المجتمع المدني بدت حتى الآن وعيدة ومثمرة بالزيتونة تغنوا ولجني ثمارها تجندوا هم ثلة من الفنانين ومن ممثلي المجتمع المدني حطوا رحالهم بأحدى حقول الزيتون بمعتمدية الكريب من ولاية سليانا للمساهمة في جمع هذه الثروة من الزيتون والحفاظ عليها وذلك دعما للحملة الوطنية لجني الزيتون الهدف من التظاهر هذه أنه ما نخلوش زيتوننا يتيح في الوطاع ما نخلوش زيتوننا يذيع يجبنا نستثمروه ويجبنا نستغلوه أحسن استغلال ويجبنا كل معناها تتاقف ويجبنا كل معناها تكون يد واحدة وراء زيتنا هذي وراء خيرنا والله المبادرة ما تصورش قدش مستني أنا ومست حتى العائلة بتاعي وجينا بكل تلقائية محبة في بلادنا ومحبة في خير بلادنا أنا جيت سبيسيالما من باريس ونمثل بكل تواضع الجالية التونسية اللي عايشة بالمهجر وراه فم برشة معنتها مزارعين عندهم الزيتون وملقوش شكون إنه يجني الزيتون هي مبادرة تحمل شعار الذهب الأخضر دائم والذهب الأسود زائل تم تنظيمها لحث الشباب العاتل عن العمل على المساهمة في الحياة الاقتصادية هم قاعدين في الدار ويحبوا الفلس جيههم للدار نرموا الماء يخرجوا كيف انهاكي موسم زيتون يخرجوا يخدموا باش نثمنوا احنا المنتوجنا مشي شاكيكة في الهوية ومنها هم يزيدوا يخدموا ويطوروا رويح أبسط حاجة بنسبة لشباب هو في مخه ما تقولك فلاحة وزيتون ومش بشي نجمع زيتون اللي في وقتنا تو برشة شباب قاعدين يمشي يخدم كل يوم بشي يناحي زيتون كما بطريقة هذه بشي يصور فلوس الحملة الوطنية لجني الزيتون مبادرة لاقت دعما من عدد من ممثلي السلطات المحلية بولاية سليانا وأشرفت عليها الجمعية التونسية للحماية من حوادث الطرقات وذلك تثمينا لثروات الجهة وسليانا ول فيها ثمانية ملايين ومئة ألف شجرة زيتون والمستقبل لولاية سليانا بحكم أن الأشجار فاتية وشابة والمناخ يعطي زيت بكر اليوم المجال الوقاية والسلامة والمجال الفلاحي ما تربطين بعضهم اليوم حتى على مستوى المعاينة هنا شفنا مسلطة الحمولة بالنسبة للشاحنات معانتها اللي فيها يمكن أكثر حمولة أكثر من لازم الفلاحة التونسية نقولوله ثم ناس وراك واخدم على راحك وإن شاء الله ناس كله معك هم عدد من ممثلي المجتمع المدني الذين شاركوا في هذه المبادرة للمرأة الثانية على التوالي منذ إطلاق الحملة الوطنية لجني الزيتون التي كانت أولى محطاتها بولاية سفاقس شرعة تونس بداية من اليوم تشغل رسميا منصبها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة عشرين وآلفين إحدى وعشرين وآلفين لتوضح وزارة الخارجية في بيانها أن تونس رسمت وخيارات استراتيجية بخصوص مسائل التوقي من النزعات وتسوياتها سلميا توطيدا لسلام مستدام وتعزيزا لمشاركة المرأة والشباب في هذه الجهود مع مكافحة الإرهاب وزيادة فاعلية عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وتعزيز التعاون من أجل التنمية والأمن الدوليين ودعم الاستجابة الجماعية والتوافقية للتحديات العالمية الجديدة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة كانت انتخبت تونس في السابع من جوان تسعة عشرة وألفين انتخبتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الفترة عشرين وألفين إحدى وعشرين وألفين بواقع مائة وواحد وتسعين صوت بين مائة وثلاثة وتسعين العالم العالم بعواصمه ومدنه ومنتجعاته ومنتجعاته وساحته أحيى ليلة رأس السنة بين غضب هز شوارع وفرحة زينت ميادين في احتجاجات واحتفالات يحدوها الأمل استقبلت بها شعوب عشرين وألفين احتفالات عددا من البلدان العربية برأس السنة الجديدة امتزج بواقع هذه البلدان التي تعيش أغلبها أحداثا وأزامات داخلية في لبنان أبل لبنانيون إلا أن يكون الاحتفال بالسنة الجديدة بطعم تحركاتهم الاحتجاجية فعلى أنغام أغاني ثورية وعروض احتفالية في ساحة شاداء وسط العاصمة بيروت وساحة النور في ترابلوس استقبل اللبنانيون العام الجديد في احتفالاتنا أطلقوا عليها ثورة رأس السنة ولم يكن الاحتفال برأس السنة الجديدة في العراق يشبه احتفالات السنوات الماضية فقد امتزجت الاحتجاجات في عدد من المدن المطالبة بإسقاط النظام ورحيل الأحزاب الحاكمة ووضع حد لتدخل إيراني في جؤون البلاد بالاحتفالات وفيما استقبلت مدن وعواصم عربية وعالمية العام الجديد باحتفالات ضخمة وألعاب نارية مبيرة وهروض مختلفة بحضور مئات الألاف من الأشخاص في الساحة العامة ألقت الحرائق والاحتجات بذلالها على الاحتفالات بالعام الجديد في عدد من المدن والعواصم الأخرى فمدينة سيدنيا الأسترالية التي افتتحت احتفالات رأس السنة بعرض هائل للأرعاب النارية حضره مئات آلاف الأشخاص أطلق خلاله أكثر من مئات ألف سهم من المفرقعات لغية عروض الألعاب النارية في مدن أخرى فيها كامبرا وضواحي سيدنيا الغربية بسبب الزياد مخاطر الحرائق والظروف المناخية الصعبة التي تعيشها البلاد فرنسا سقبلت العام الجديد باحتفالات وعروض تدفق خلالها المحتفلون بمن فيهم السياح في حين لم يقب عنها محتجوا سطورة الصفر وسط إجراءات أمنية مشددة وفي هونغ كونغ التي تشهد منذ شهور مظاهرة ألغت سلطة عبر الألعاب النارية في ميناء فيكتوريا لدواء أمنية كما أغلقت الشرطة الشوارع في مناطق عدة أما في الهند استقبل الرفيض لقانون الجنسية العام الجديد عشرين بالمزيد من المظاهرات في العاصمة نيودالي وفي موباي ومدن أخرى وفي أولى ساعات سنة الجديدة ارتقى ثلاثة ليبيين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح اليوم في قصف جوي استهدف ورشة صناعية ومحلات بمنطقة السواني جنوب العاصمة ليبيا ترابلوس وفق المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطنية حكومة سراج تهمت قوات الجيش بقيادة خليفة حفتر بالمسؤولية عن القصف الجوية بينما صرح نائب الرئيس التركي فؤاد أكتاي بأن أنقرة قد لا ترسل قوات إلى ليبيا إن أوقفت قوات شرق ليبيا هجومها على الحكومة المعترف بها دوليا في ترابلوس البرلمان التركي سيناقش غدا ويصوت على مشروع قانون يفوض الحكومة التركية لتنشر قوات عسكرية في ليبيا ما زالت الضربات الجوية الأمريكية على مواقع حزب الله في العراق تلقي ظلالها على الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران فقد حمل رئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية الهجوم إلى طهران مهددا إياها بدفع الثمن باهضا على حد قوله لتعلن سفارة الأمريكية في بغداد اليوم أنها علقت العمليات القنصولية العامة جميعا حتى إشعار آخر وتنصح المواطنين الأمريكيين بعدم الاقتراب من مقرها دعية الحجد الشعبية العراقية والمحتجين حولها إلى الانسحب الضربات الجوية الأمريكية على مواقع تابعة لحزب الله في العراق تحول رحل الحرب الكلامية والتصريحات والتصريحات المضادة إلى الجبهة الأمريكية الإيرانية وتعيد الحرب الباردة بين الطرفين إلى الواجهة ففي أول رد فعل على الهجوم على السفرات الأمريكية في بغداد على خلفية تلك الضربات وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامه رأسا إلى إيران التي قال إنها من دبرت الهجوم الذي ستدفع ثمنه باهظا على حد تعبيره محمل إياها المسئولية كاملة عن أي خسائر مادية أو بشرية قد تلحقوا بالسفارة إيران ستتحامل المسئولية كاملة عن أي خسائر بالأرواح أو أضرار اللحقة بمرافقنا إنهم يدفعون ثمن باهظا هذا ليس تحذيرا إنه تهديد عام سعيد رد إيران على هكذا تدوين ناجأ على لسان المرشد الأعلى أيضا علي خامنائي الذي علق بالقول إن ذلك الشخص في إشارة إلى ترامب يغرد بأن إيران مذنب وهذا هراء على حد تعبيره محذرا من أن التهران سوف تواجه دون تحفظ كل من يهدد سيادتها وكانت تهران نددت في وقت سابق بالهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد في كلمة الليخة ميناء نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني يأتي ذلك في وقت تجددت فيه اليوم التحركات الاحتجاجية في محيط السفارة الأمريكية في بغداد حيث رشق مئات من أعضاء جماعات مسلحة عراقية مدعومة من إيران رشقوا السفارة بالحجارة ما دفع بقوات الأمن العراقية إلى أطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لإبعادهم وكان المتظاهرون نصب ليلة الماضية خياما ومكث خارج أسوار السفارة كما شرعوا صباح اليوم في جلب المؤونة وحشايا للنوم هذا في وقت تضغط فيه واشنطن على القادة العراقيين لضمان أمن موظفية السفارة الاحتجاجات كانت اندلعت على خلفية غارات جوية أمريكية يوم الأحد الماضي على قواعد تديرها كتائب وحزب الله المدعومة من إيران داخل العراق ما أسفر عن مقتل خمسة وعشرين شخصا على الأقل وإصابة أكثر من خمسين آخرين إلى الرياضة وأصدائها الآن مع تظاهرة جمعة التنشيطية والرياضية حذرها ما يزيد عن ألفين مشارك خصصة للترويج لرياضة المشي في مياه البحر والتشجيع على تعطيها نظمتها اليوم بمدينة بن زارت الجامعة التونسية للرياضة للجميع وسط هذه الأجواء استقبلت مدينة بن زارت سنة الإدارية الجديدة التجمع حوالي ألفين شخصا من رجال ونساء وشباب وأطفال قادموا من كل أنحاء الجمهورية للمشاركة في تظاهرة تنشيطية رياضية نظمتها الجامعة التونسية للرياضة الجامعة تظاهرة انطلقت بعرضا احتفالي تنشيطي قبل أن يتجه المشاركون نحو الشاطئ لممارسة رياضة المشي في مياه البحر التي أصبحت تحظى بعرض كبير من الملاعين بها حيث أن جمعيات عديدة ركزت مجال اهتمامها نحو هذه الرياضة اليوم اخترنا بن زارت بش نعطيه ونعطيه إشعاع للرياضة المشي في الماء بسمينا تظاهرة متعنا مشي وغطسة في البحر وكاسكروت لبليبي في البحر تقص وبحر ممتاز وليت قيمة الرياضة كيفش تلمص صغار كيفش تعطيه نكهة الفرحة والبهجة لبطول المجتمع عمتانا اليوم بشيت للبحر العبد كورة وشخت وإن شاء الله العام يتعدى على خير المرسو في الرياضة هذي أكثر من عام وجيت جيت توت لكيب جينا بش نوري بش نغرم سيخطوت وينسا برياضة جديدة فيها برشة من نفع ومن تمكن من الصمود أمام برورة التقص كانت له فرصة السباحة في شهر جانفي بيرت على الأخر أشكير من واحد يبدل العام بفرحة وبجو وإموسيون جديدة إن شاء الله هذا يسرح له ونشجع كل الناس من الصغير الكبير من يدبي على الحسير باش يجي للبحر خاتب غير ما شي خرق العاد عدد الممارسين لرياضة المشي في مياه البحر يشهد تزايدا مستمرا في السنوات الأخيرة وذلك لمالها من فوائد وانعكاسات إيجابية على صحة الإنسان عنده مزايا على كل ما وجهاز تنفسه عالوي هكا اللي رينيت وهكا اللي برانشيت الكل اللي بعده علينا عندك زادة بالنسبة لجهاز القلبي دونكل هنا ننصح الناس كل في كل الأعمار من اللي عمرهم ستة سنين حتى اللي عمرهم ثمانين سنين يجمجون البحر صيفا شتاء هذا يا راهو دواء أقبل ما يكون سبور راهو دواء راهو ناحي الحساسية راهو يخلي الإنسان اللي عنده جاعة في العضلات متاعه راهو يبرأ شوفوا برشا عائلات اللم والبو والصغيرات قاعدين يعملوا في الرياضة وذيك أهم حاجة إن شاء الله ربي بعد عليهم كل مرضى على تونسكل وعلى هامشي هذه التظاهرة أعلنت الجامعة التونسية للرياضة للجميع أن يوم الثلاثين من أكتوبر المقبل سيكون موعدا لتظاهرة دولية ينظمها الاتحاد الدولي للمشي في مياه البحر بمدينة بنزر وذلك بحضور ما لا يقل عن 600 مشارك وسائح أجنابي على صور هذه الأجواء وأصدائها نغادركم مشاهدين وفيما يلي تذكير بعناوين الأخبار المكلف بتشكيل الحكومة يقدم لرئيس الجمهورية تركيبة الحكومة المقترحة ويرجئ الإعلان عنها وصعي الدواج رسالة لمجلس نواب الشعب لتحديد جلسة منح الثقة أكثر من مليون ونصف مليون مسافر أغلبهم جزائريون يعبرون البوابة الحدودية بحزوة ومعادات لوجستية متطورة لتسهيل عمل الأعوال إقبال مكثف على مراكز ديوان الزيت في أنحاء الجمهورية كلها لاختناء زيت الزيتون بعد تسعيره ودعوة للمزيد دعم الفلاحين في موسم قياسي وحتى تتابعوا مستجد الأخبار وصادقه بوابة التلفزة التونسية على ذمتكم مشاهدين سهرة طيبة وعاما سعيدا ترجمة نانسي قنقر